السلام عليكم مشاهدين أكرم في درس وحلقة جديدة اليوم في هذه الحلقة سنتطرق إلى مراجعة هذا المنتوج والذي هو عبارة عن مروحة تبريد أو مبرد هواء خاص بالمعالج من الشركة الصينية تسمى CPU AgoCore تعد هذه المروحية من أقوى مراوح تبريد المعالج يمكنك شراءها من موقع علي إكسبرس تقريبا 15-16 دولار سأترك لكم رابط شراء هذا المنتوج في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو تمتاز هذه المروحة بأنابيب النوحة سيادو جودة عادية في التصنيع بالإضافة إلى مادة البلاستيك المصنعة في هذا المنتوج تعتبر جودة جيدة أيضا تمتاز أيضا هذه المراوح بألوان RGB الثابتة أي لا يمكنك التحكم في هذه الألوان ضجيج أو صوت المروحة تقريبا منعدم لا تصدر أي ضجيج متوافقة مع معظم بطاقات الأم وليس كلها بطاقات الأم سواء AMD أو Intel هذه هي لائحة مقابس أو الصوكت الخاصة ببطاقات الأم AMD وإنتل يمكنك الإطلاع عليها في الموقع ستجده في رابط أسفل هذا الفيديو قبل شراء هذا المنتوج تأكد من الصوكت الموجودة في بطاقة الأم الخاصة بك إذن من خلال كل هذه الميزات حققت هذه المروحة مروحة التبريد مبيعة قوية جدا وهي رائجة أيضا في السوق ونصيحة لهذا المنتوج يستحق الشراء من المواد المصنعة في هذا المنتوج مادة الألمنيوم سرعة المروحة 1800 RMP 12 بولت بالنسبة للقوة أو الجهد نوع المحمل محمل هيدروليكي بالإضافة إلى طاقة الإدخال 2.76 واط وتأتي بالنسبة لـ TDP بـ 160 واط إذن قمت بمراجعة أو اخترت أن أراجع هذا المنتوج لأنه يقدم أداء أفضل صراحة منتوج قوي جدا مقارنة بالمركات العالمية الأخرى هذا المنتوج يقدم أداء ممتاز وبسعر رخيص جدا أو مقارنة بسعره مع الأداء الذي يقدمه تقريبا سعر معقول وسعر رخيص جدا وصلت معي هذه المروحة إلى حد أقصى في حرارة السيبيو أو حرارة المعالج إلى 65 درجة مئوية في لعبة الظالورينت إذن لاستفساراتكم وأسئلتكم يرجى تركوا تعليق أسفل هذا الفيديو إلى هنا أظن أننا وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم في درس وحلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب ليسلك جديدنا دائما